موسيقى موسيقى كيف يأتي تظهر على غفلة وترى شيء يعمر عينك ولا عقلك تيقها كنو ما حضرش ليها هادي تقدر ما عمرها توقع ليك في حياتك ولا تقدر توقع ليك لكن تينتا هو الأضميرال ريتشارد بيرد هاد الشي اللي غيوقع لهاد السيد في سنة 1947 هو العجب العجاب شخصيا اللي شافتها عين هاد السيد هادا تقدر تخلي اي انسان سوي عقليا يتسطى يهرب ليه حدك الشي اللي شافه ماشي عادي لدرجة ان الميريكان الميريكان غطات على هاد القواده وما خلاتش ريتشارد بيرد انه يقولها دازوا سينين ومينين وبقى هادا سر كاتموا بيرد ولكن الحصن الحد ان هاد المغامرة هاد غادي يكتاب لها انها تتعرف واللي كتبها هو نيت ريتشارد بيرد وكتبها لنا في المذكرات دياله اللي ما خرجت حتى دازت على الرام ديال الوقت عاد غادي تلونسا للعالم علاش حتى واحد ما عارف السؤال ديال علاش حتى واحد ما يقدي جاوب عليه المهم فهد الشي هو عدنا مذكرات ريتشارد بيرد ونقدو نعودو على القصة ديالو ديال الرحلة تحت الارض قبل ما نهضروا على هاد الرحلة الغريبة اللي غايدير بيرد انا ارجعوش وياللور ونعرفوه شكون بيرد هو واحد الموظف بحري موظف بحري في الأسطول الأمريكي موظف تجارب ومغامرات في البحر في سنة 1925 بيرد قدر واحد الفيت مع دونالد ميلا في البيعتة الشهيرة اللي اسمتها الجرين لاند واللي بالمناسبة هذا البيعتة الجرين لاند هي اللي جات منها الانسبيراسيون الانيمي وان بيس بيرد من بعد هاد الرحلة الجرين لاند في 1925 ما بقاش البحر يجيب لي البليزير وخاوه في الأصل را دوز سنين كبحار وعنده وظيفة في الأسطول الأمريكي ولكن السيد طلع عليه البحر في راسه ولا بغي شي تجربة أخرى بغي شي حاجة أخرى يدوزها واللي شف فيه من أمور 1925 سيقول السيد سالات المسيرة دياله ولكن الكاريير اللي بدأ بيرد من أمور 1925 كان أكثر حاجة غامضة وخيالية وحقيقية وقعت معه في هاد الكاريير كيف ما قلنا البحر ما بقاش معمر العين البيرد سنة 1927 بيرد غايتوجه للجو من البحر للجو الطيائر هو مدربة جديدة في بيرد ولكن لا تسمع الطيائر ويسحبك غايت الرحلات البلايس عادية الرحلات من اللي يكون فيهم المخاطر أكثر من المنافع سيقول لهم مغامرات و بيرد في ذلك الفترة اللي سالة الرحلة غرينلاند حتى 1927 سيبدأ المغامرات بدأك يوجد حتى يمشي لبلايسة ما عمرش بني آدم وصل لها حتى ذلك الساعة واحد البلايسة هي أبرد مكان في هاد الكوكب بلايسة اللي عليها بزاف ديال الهضراء وما عليها حتى زعمة باتاتا ريتشارد بيرد غايت يطير بالطيائر دياله للقطب الشمالي هاد الرحلة الحمقة ترجمة ديالها في ذيك الوقت اللي ما كان حتى واحد عارفها حتى واحد ما عمرش واحد اكتشفها ولمشى لها هي الموت في أي لحظة راه القطب الشمالي هادا ماشي أي بلاصة وفي ذيك الساعة ما عارفين عليه والو الرحلة اسميتها رحلة سبيتزبيرغ وجدت اسميتها على المدينة اللي انطلقت منها البعتة ديال بيرد واللي هي مدينة سبيتزبيرغ اللي كان في النرويج من سبيتزبيرغ والقطب الشمالي هادا كان بمتابة تحدي البيرد البعتة ديال بيرد غايت تمشي للقطب الشمالي هادا الرحلة غايت يدوز فيها خمستاش لساعة ونص فوق القطب الشمالي بالطيارة خمستاش لساعة ونص لبيعتة ديال بيرد غايت تسجل فيها شلال ديال محويش جمعات عرام ديال الداتا الداتا خرائط المعلومات الأشكال طبيعة المكان لأول مرة غايت تكتشف ميري كان غايت توصل بهاد المعلومات من عند بيرد وهاد الشي غايعجبها بزع ميري كان غايت تعطي البيرد ميدالية الشرف ورجع من موظف بحري عادي لرتبة رائد بيرد وخه واجه صعوبات ديال القطب البيرد مع الجو ومع الانقطاعات ديال الاتصالات بينه وبين قاعدة المعسكر ودازت عليه في الرحلة حيث كان عليه ضغط كبير وتركيز عمره ودوز بحاله في حياته فرجع بيرد رجع فرحان من الداخل حيث سيد وبكل بساطة تولع وطاح حبه على البلايس الحمقين هكا بدأت المسيرة ديال بيرد والقواده ديال بالصح جاية في الطريق القطب الجنوبي والقطب الشمالي هو التخصص الجديد ديال ريتشارد بيرد وهنا بدأت الكاريير اللي غايشوف فيها بيرد الحماق والاعجب كاريير ديال واحد وثلاثين عام واحد وثلاثين عام ديال العجيب والغريب في بلاصة ما معروفاش واحد وثلاثين عام ديال المغامرات واحد وثلاثين عام بيرد شفاش يحويج عمره توقع انه غايوقع له واحد وثلاثين عام بين القطبين ايدخل فيها بيرد العالم اخر وهنا غان هدروا على سنة 1947 هاد الشي غادي يبان في المذكرات اللي خلها لنا بيرد قبل ما يموت بيرد حاكم القطب الجنوبي كما كتسميه امريكان غادي تلاقى بسكان الارض المجوفة الارض الغارقة الارض اللي كينوست من الارض اللي انت وانا واقفين عليها دابا الارض المجوفة بيرد شاف ذاك الشي اللي ما كيتقبلوش العقلية لأي انسان كيفاش بيرد غا يعاود لنا في المذكرات ديالو بالتفاصيل كيفاش يوصل لهذا الارض بيرد قبل ما يعاود على هاد الشي اللي جرى ليه في سنة 1947 سيقول سوف نكتب هاد المذكرات بسرية تامة كل شي وقع ليه مع الطيران ديالي فوق القطب الشمالي نهار 13 شهرجوج كاينشي لاحظات تحول العقلانية ديالالانسان السخافة خاص الانسان تقبل الحقيقة كما كانت لا أعطي الحرية أن أعطي علم المذكيرات التي كتبت فيها ولكن سنكتب هذه المذكيرات ونقوم بها يمكن هذا الشيء قراء الناس نهار بيرد سيعود كل شيء بالتفاصيل تلتاشر جوجه ألف وتسعمية وسبعة وربعين البيعتة بيرد مع ستادي الصباح ستادي الصباح وجدوا رأسهم للرحلة للشمال الخزانات دي الوقود عامرين والماءونة كلها مع الاحتياطات طياير سيقلعوا ستوتولوت كل شي هو هذا الماطر دي الطياير خدامه بسلاثة وسهولة وصلت السبعة اختبروا اللاسلكي مع القاعدة المعسكر لقوا الاتصال خدام مئة في المئة واحد شوية الزيت تسربت الموتور لمني دي الطيارة ولكن المؤشر الضغط الزيت عادي تمنياني شاندابة وقع واحد زعزع خفيف في الطياير من اللي وصلوا الارتفاع 2331 قدم رجعوا الطياير الارتفاع 1700 قدم خدام بيرد اللاسلكي الاتصال وقعه 100% مع المعسكر شوية وقع واحد زعزع آخر طياير غير تفعول 2900 قدم دابة طياير دابة في حالة جيدة وغريم وصلت التسعود دابة تبان قدام بيرد في التحت مساحة دي الجاليد والتلج مكتسلاش والصفورية كتبان على داك التلج داروا بالطياير ورجعوا للمصار اللي كانوا فيه الأجهزة ديال التحكم تقالت تقالت في التحكم بيرد قال باللي السباب بيقد يكون تجمد الجاليدي يعني 99% في المياه تجمد الجاليدي داك شباش تقال تحكم ولكن ما لقاح شي دليل على أنه كين شي تجمد جاليدي في داك البلاسة تسعود وربع كتبان لبيرد مناقع من الحل الجيبان تسعود وعشرين دقيقة ديال الدهشة بيرد شافش سلسلة جبلية بهذا الشكل بدأت يقول اوه هذا شي عمر عيني شافت بحاله العشرة قلق سنوصلت هاد المرة واحد زعزع قاسح وقع في الطيار ستغير الارتفاع للطيار لألفين وتسعمية وخمسين قدم وصلت لعشرة نشان بيرد وصحابه فوق السلسلة الجبلية سيكون باتجاه الشمال الأمور لا تكمل واحد شوية بيرد سيديعني هل تحت سيجلقى واحد الواد لونه خضر ذاك الواد كان مور ديك السلسلة الجبلية بيرد زادت شوكا اووه واد خضر من المفترض يكون تلج والجاليد هنا هاد البلاسة ماشي طبيعية العشرة وقسم هبطات الطيائر ديال بيرد الارتفاع الف وربعمية قادم باش يشوف ذاك الواد الخضر اللي تحتوك يدير زومه مزيان بالمنظار لقى الطحالب والأعشاد على غفله دار على ليسر لقى واحد الحيوان كيت تحرك اووه الشوك التاني عو التاني حيوان عايش ومستقر هنا يا بيرد غادي بلغ القاعدة بهاد الشي اللي شاء قال لهم الحيوان كي شبه الماموت زادوا شوية القوح تلال خضراء درجة الحرارة 70 فهرنهايت طيائر غدل الوجهة أدوة الملاحة خدامة ولكن بيرد كي جرب اللاسلكي والو ما خدامش اووه اشهد شي كي وقع وصلت الحداش دابا الأراضي اللي تحت تشوفها بيرد أراضي عادية مكين لا تلج لا تلج لا تلج لا تشي حاجة بحالي للطياير دخلوا لشي مدينة هاد الشي مستحيل بيرد غاي بدا يقول وايلي واحد شوية طياير او خفاف بحالي لهزهم شي حاجة بيرد غاي بدا يغوت يا رب راني كنشوف على ليصر واحد طياير من نوع ديالها عمرني شفته بيرد قال بلي ها الطياير هادو ديرين كي بحل القرص والخاصية الإشعاعية ديالهم أول مرة غيشوفها سيد داباتي دووز شوك مور شوك هاد شي زوين وواعر ومدهل ولكن فين حنا شنوقع وكيف الجينال هنا وشنهج بيرد كان في عالم ودخل في عالم آخر حالي لدخل من شي تقبة وخرج من تقبة آخر هو دابة فوق السماء والطياير دياله وطيارته مخدامينش ولكن مطاحوش باقيين فوق السماء ساكتين غايا عاودي دمار الطيارة والو مخداماش شي حاجة غير مرئية شدهم لحضاش وخمسة وثلاثين بيرد كي يسمع شي أصوات من اللاسلكي واحد الصوت خفيف وساكت تقولي بواحد للكنا مخلطة ما بين الألمانية والإنجليزية أهلا وسهلا بالأضميرال في بلادنا مرحبا بك عندنا غادي تهبط الأرضنا مرس بعدي يلتقيك ترخب تهدن الأضميرال ركف أيدي آمينة بيرد قلبه حبس كيشوف الطياير خضعين لشي سيطارة غريبة الأجهزة ديال تحكم ما بقتنا في عبواله بحليلة شي يد كبيرة ما كتبانش شد الطياير وتتحكم فيهم كيف ما بغات اتناش وصلات بيرد جاتوا رسالة في اللاسلكي هدا هو الوقت غن هبطهنا بقات الطيارة كتتهزهز في السماء بواحد الخفة لدقائق شوية هبطعت الطيارة هنا بيرد غا يبدأ يشوف الحماق واقي للنشوه ولا واقي لدخل في كون موازن موسيقى هبطات الطيارة ديال بيرد رجال طوال قامة وزعر تقربوا من بيرد وطيارة دياله وهما غاديينو كيتمشاوا ريتشارد دابا يشوف واحد المدينة غزالة ما كيتقبلهاش العقل مدينة كلها ألوان طيف مدينة اللي كتومض بالقوس قزح في كل بلاسة بارد تقول إياه وشنو غيوقع دابا ما سمع حتى شي صوت ديال الأسلحة من الناس اللي في هاد المدينة هادي واحد شوية تسمع واحد الصوت تقول ليه بارد فتح الباب ديال الكوفرد الطيارة بارد سمع هاد الهضراء ودار شنو سمع من أوامر وفي الداخل ديالو كيحسب الغرابة والخوف والدهشة بارد هنا تقول أنا هاد شي اللي تنقول الجنون والحماق وتي فوق شي حاجة سميت الخيال ويمكن أي واحد يقول هاد شي خرافات ولكن هاد شي وقع معي بالصحي بارد خرج من الطيارة هو والراجل اللي كان يهضر معه في لاسلكي ذاك اللي كان يقول لي هرا قربنا نهبطه جدا سأحبه واحد ترحيب رائع الده معه لواحد المنصة صغيرة بحل الطنوبيل عربة هاد العربة ما عندهاش الروايد ما عندهاش الروايد تحركات العربة بواحد السرعة كبيرة حتى وصلت لواحد المدينة خيالية هاد المدينة ما كتبانش محليلة مصنوعة من شي ما داش فافا تحركات العربة بارد وصلوا لواحد دار قلب اللي تصميم ديالها مع مرطح على شي مهندس في وجه الكورة الأرضية استقبلوه بالمشروبات السخونة هاد المشروبات ما عندهم حتى مضاق ولكن بنان مشروب اللي ما عنده حتى مضاق ولكن بنين بالزهف ده 16 دقائق جاء واحد الجوج استقبلوه في الضيار وبغاوه يمشي معهم بارد قبل حيث اصلا هذا هو القرار الصواب مخصوش يقول لف واحد البلاسة اللي ما عارفهاش هاد الجوج دوه معهم الواحد البلاسة ديره بحل السنسور بارد ما زالت يقول اهاش هاد الشيء اهاش هاد الشيء هاد الشيء اللي كيوقع لي يراها ماشي طبيعي والدهشة مرة الدهشة مرة الدهشة وانا ما عارش فين وكيفاش جيت وعلاش انا ها هو معهد الجوج في السنسور وبشوية كينزلو بقونين على طول الطريق السنسور الحيوطة ديالو كانوا مضوين بالغوز واحد اللون غوز اروعة واحد من ذوك الجوج اللي كانوا تدين بارد اعطى الاشارة البرد انه موصلق فوق فوق الدم واحد الباب كبير فوق واحد الكتابة مكتوبة في واحد الكتابة ما قدرش بارد يقراه ولا يفرز حتى اللغة دياله اعياه ما يضطرب اعياه ولكن والو ما فرش الحروف شوية تحلو الزجان ديال الباب بوحدهم و بارد قال له واحد من الجوج اللي كانوا معاه ما تخافش بارد خاص تشوف واحد السيد ضروري داك الشي علش انتهنا ودخول ريت شارد بارد من داك الباب اه شغيل قاتمة واحد اللون ساحر هاد اللون معمر المكان ومعمر بارد شافش جمالية بحلي كي نفهد بارد بده تحسس على ذاك الشي اللي ضير به تشوف واحد المنظر خلاب ما كان حتى شي تعبير بشاري قد يوصفه واحد شوية واحد الصوت دافئ قطع سلسلة الافكار ديال بارد تقول له اهلا وسهلا بك الادميرال بارد مرحبا بك في الضيار دياله بارد غيشوف واحد السيد غديقفز واحد السيد عاجيب الملامح الملامح دياله مختلفة تماما على شي حاجة اسميتها البشر واحد السيد آنيق بواحد الشكل كي فوق القدرات العقلية تقدم داك السيد وقال لبارد يريح في واحد الكرسي اللي كان في واحد طاولة طويلة بارد قلس شوية الرجل شبك يديه والتبسم وهو يقول لبارد خليناك دخل لامكان ديالنا حيث انت انسان نبيل ومعروف كوكب الارض بارد مرحبا بك في منطقة ارياني انت معانا دابا في وسط الكوكب في القسم الداخلي ديال الكورة الارضية مرحبا بك في الارض المجوبة احنا ما غاديش نعطلوك هنا يا وغا ترجع في الامان والصوم ودابا غنقول لك علاش احنا علاش جبناك اللي هنا اهتمينا بالجنس البشري ديالكم اللي في الجر القنابل النووي اللولة فوق هيروشيما والتانية فوق ناكازاكي فوق الجرطون كان ذاك الوقت مقود سيفتما فيه مركبات طائرة من نوعه في القرى الارض سيفتما هم لسطح الكورة الارضية نعرفو شنو دار الجنس البشري ديالكم نكشي بالطبع دازش حال هادي دابا بارد انت عزيز كي نهضره كتيرا بغيت نقولها لك انت عارف احنا ما تدخناش بالحروب ديالكم العنصرية والباربارية ضد البشرية دابا خاصا تدخله حيت وليتو كتلعبو بوحد طاقة ماشي ديالكم ماشي ديالكم في الاساس حيت ما جاتش من التركيبة ديالكم هي طاقة درية الجواسيس ديالنا وصلتهم شي تنقنيق على القيوة ديالكم ولكن ما تدوهاش فيها اما دابا اختاريناك انك تكون شاهد على العالم ديالنا انه حي وانتقى بارد عارف ان تقفت نفيتكم بالاف السنين بارد زعم ودر واحد اللقطة تاريخية في حياته هنا حضر راسه وقال ليه ولكن شنو كيعني هادشي ليا انا بارد سكت وشف عن السيد داك السيد غي بدي يشوف فيه بعمق بحالي لك يقرأ الافكار دياله السيد غي قول ليه العنصر ديالكم وصل دابا لنقطة لاعودة بارد غي هزهز راسه اشارة ديال انه حتى هو عنده نفس الرأي فهد الكلام هدا اللي قل ليه السيد السيد غي كمل كلامه وغي قول ليه في عام 1945 ميلادية من بعد ما حاولنا نتواصلوا مع الجنس البشري ديالكم وجهنا عدودكم طلقتوا علينا السواريخ على المركبات ديالفلوغرلونت ديالنا حتى من الطياير ديالكم تبعاتها بالحقد والعداوة دك شعلشة والدي بيرد عاصفة قاسحة قد تجمع في العالم ديالكم واحد الغضب مقود ما غيحبش لعدة سنوات وما غيكون حتى جواب ولا حتى هن لا في القوات المسلحة ديالكم ولا في التكنولوجيا ديالكم ولا حتى العلم اللي وصلتوا ليه ويقدر يتزاد الحال حتى تولي تقافتكم كلها من النهار بذالجنس ديالكم محطمة والبشرية ستدز من واحد زعزيع أقود مكين أقود موقع في التاريخ ديالها نحن تنشوفوا هادشي وعارفينوك وكل ساعة كيزيت تأكده وشا بيرد كان بلك غالط ريتشارد بيرد غيقول ليه لا اوقع هادشي واحد المرة وجاتنا العصور المظلمة وطولات لخمسمائات عام جاوبوا السيد هاد العصور المظلمة غاتجي على الجنس البشري ديالكم وغتغطي الكورة الارضية بحلش يغطم ضلم كين اللي من هاد العاصفة هادي غادي ينجم لكم ولكن ما نقدرش نقول كتر من هاك انا كنشوف بعيد العالم ديالكم غادي يعاودي نضمن الخراب ديال هاد العاصف وغايعاودي يقلب على الكنوز اللي خسرها بسبابهم ولكن الكنوز غتكون عندنا هنا او الدي بيرد غتكون مؤمنة تحت رعايتنا ومن لي يجي الوقت المناسب غا نعاودوا نرجعوا الامام ونعاونوا باش نحيوا تقافتكم والجنس البشري ديالكم وتما ربما تكونوا تعلمتوا من خطر الحروب والنزاعات يمكن غا ترجع شوية من تقافتكم والعلم ديالكم ليكم باش تبداوا منحة جديد انت او الدي بيرد خاصك ترجع للارض هاز هاد الرسالة فعنقك Yaa هناصل الحديث البيرد بدك يعرجع وكي قال أواى وش انا فحلم واش ويتو قض ودار واحد الانحين ماعرفش علىش دارو بلا مايحس وكان في الواعيد ديالو ان الجوج اللي جابوه هاليهنا رجعو من جديد فجنبه بلا مايحس وخم شافهمش كيفاش جابوا واحد منهم قال لبيرد من هنا عندما يدوز بيرد سوف يتلفت يرى السيد الذي كان في ضيافته هذا قليلا و هذا السيد قال له سلام علي بيرد بحركة باي باي تمثل اللقاء اللقاء الذي سوف تفكره بيرد حياته كامل حتى يموت هذا اللقاء الأسطوري الذي ضرب بين بشري و جنس آخر غامض لا أعرف شيء واحد في داخل الكرة الأرضية بيرد و ذوك الجوج الذي كانوا معه رجعوا من الباب الكبير الذي دخلوا منه و دخلوا على الثاني للسانسور نزل بهم السانسور بشوية واحد من ذوك الجوج الذي كانوا معه قال بيرد يجب أن نرى الزربة السيدرة لا يريد أن يخرب قليقهم في طلواتك لا يريد أن يضيع عليك الوقت خدمتك كثير من هذا خاصك ترجع دابة وتعلم الجنس البشري بالرسالة التي قالها لكسي ريتشارد بقى ساكت ما قالوا له ما قدرش يتيق هذا الشي اللي يوقع معاه في هاد المدة القصيرة الوقت داز بالزربة ولكن بيرد بحالي لدوز ملايين السنين الوقت وقف الوقت وقف عند بيرد بيرد مصدوم الواحد درجة لا تتصور حبس التفكير وبقى غادي معهم حتى رجعوا لديك الدار وقف ذلك اللي كان يقدر معه في اللاسي الكي ذلك اللي قال ليها ذلك اللي قال ليها غنها بطمور سبعة دقائق وشفيه بيرد وقال ليه وشكل شي هو هادك ذلك اللي كانوا مع بيرد ورواه آلية النقل وطار بيرد بذلك المركبة اللي عمروشة في حياته بحالها بيرد غادي يمشي للطيائر اللي جابهم في الأصل من سطح الأرض الماطر ديال الطيارة ما خدامينش باقيين ما خدامينش ركب هو والبيعته دياله كان لجوه في شكل من اللي يصدو الكوفر ديال الطيائر شي حاجة عودتاني خافية هزات الطيائر حتى وصلتهم الارتفاع ديال الفين وسبعمائة قدم بيرد راتي شوف هاد الشي بعينيه ومصدوم شدوهم جوج مركبات وغادين بهم الطريق الرجوع مؤشر السرعة ديال الطيائر ما اسجل حتى شي سرعة كانوا غادين بواحد السرعة خيالية وصلت الجوجر جات البيرد واحد الرسالة فاللاسلكي قالت لي احنا غنشي السلام عليكم الأجهزة ديال تحكم اللي في طيائركم ولا تحردها السلامة الادميرال بيرد بيرد يبقى يشوف دوك المركبات اللي كانوا في جنبهم طيائر ديال في القلارد غدا كتطير حتى ما بقعتش كاتبان في الأفق بحليل اختفت ودخلت في شي حاجة أخرى واحد شوية حس بيرد بطيارته تتهبط بواحد السرعة كبيرة غير جاعد تحكم فيها وكل الشي كان خدام هو هادك الجوجو تولوت بيرد كيشوف التلج والجليد هذا سبعة وعشرين دقيقة ديال السكات حد ما كيدوه حد وكيف يفكره في هذا العجب العجاب اللي دوزوه في هذا السويع القليلة بيرد غادي جرب اللاسلكي وغادي يتواصل بالقاعدة ديال المعسكر ولقاها خدام مية في المية غاي سجلوا التقارير كيف ديما الأحوال العادية القاعدة ديال المعسكر مرتاحة من اللي سمعت صوتهم ولكن بيرد مصدوم الداخل من الأحداث اللي وقعت معه وصلت ثلاثة نشان هبطت البيعته ديال بيرد في المعسكر النهاية ديال الريحلة هنا بيرد غا يقول في آخر شطر في المذكرات دياله في شهر مارس 1947 حضرت الهيئة الطيران لبنتاقوم قلت لهم كل شي كل شي وحتى الرسالة اللي قال لي يا السيد نوصلها للبشرية وكل شي بقي مسجل وعطيت ناصيحة للرئيس تقمعت وامروني نبقى ساكت شوية تفكرت أنني خدام عندهم وخصني نطيع الأوامر وخد تكون ضد أخلاقي والقيام دياله أمروني نبقى ساكت على شي كامل اللي وقع معايا وبالخصوص الرسالة ديالدك السيد للليقاء اللي في الأرض المجوافة البشرية أنا دابا في ثلاثين شهر طناش الف وتسعمية وسبعة وخمسين دازت تسع سنين دابا ما عمرني خرجت هاد السر وهذا آخر مدخل في المذكرة الوحيدة دي هاد السنوات كاملة احتفطت بالسر والأمانة كما أمروني بها وخا كانت ضد القيم الأخلاقية ديالي أنا دابا كان حسب ليل طويل ليل طويل جاي هاد السر ما غيموتش ما غيموتش بالموت ديالي حيث الحقيقة ديما كتغلب في الأخر وكتباني يمكن يكون هذا هو الأمل الوحيد للبشرية أنا عرفت الحقيقة ورفعات المعنوية ديالي وحراراتني ودرت الواجبات ديالي كل هالبلادي للشركات الصناعية المتوحشة أما دابا غيبدا الليل الطويل يقرب بحالي لما عندوش نهاية ما عندوش ليمت بحال الليل الطويل اللي كان في المناطق القطبية بلاستي ولكن في الأخر غتبان الشمش من جديد الحقيقة غتبان مضوية والناس اللي في الطلام غادي تنورهم وتعمرهم بالضو ديالي أنا شفت ديك الأرض المنور أمور القطب الشمالي تمكينا العظمة اللي ما معرفاش أنا الأضميرال والعاميد البحري ريتشارد بيرد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر